موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشارة الأخبار أهلا بكم بداية وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم إلى العاصمة الجزائر وكان في استقباله بمطار هوالب مدينة الدولي وزير الخارجية الجزائر أحمد عطاف وذكرت وكالة الأنباء السورية أن جولة المقداد التي ستشمل تونس ستشهد بحث تعزيز التعاون التونائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية والإقليمية تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية تبادل الأسرع على خلفية النزاع في اليمن ألفتت مستشرة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان إلى إقلاع أول طائرة من أبها جنوب السعودية إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا في رحلة أولى ضمن ثلاث رحلات مقررة اليوم بين السعودية واليمن وستحمل رحلة الثانية 16 سجينا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض فيما ستنقل آخر الرحلات 117 سجينا حثيا من أبها إلى العاصمة اليمنية قتل أكثر من أربعين شخصا الجمعة في هجمات جديدة استهدفت قرى في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يسقط العشرات القتل أسبوعيا وفق ما أفادت مصادر محلية وقالت المصادر ذاتها أن الهجمات شنتها ميليشيا كوديكو على ثلاث قرى على الأقل في إقليم داجوغو على بعد 60 كيلومتر شمال العاصمة الإقليمية بونيا وأكد مسؤول في المنطقة إحصاء 66 جتة في ولاية كيلو وثمانية أخرى في ماتيتي وبحسب قولي المسؤول فإن ميليشيا كوديكو بدأت هجماتها من الخامسة فجرا وتدخل الجيش بعد ذلك بثلاث ساعة أصدرت الرئاسة والانتقالية في بوركينفاسو الخميس مرسوما يقضي بالتعبئة العامة لمواجهة الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد وبحسب ما ورد في بيانه الرئاسة الذي أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء فإن المرسوم يتعلق بإعطاء إطار قانوني للتدابير اللازمة في البلاد لم تعود سلطات الانتقالية في بوركينفاسو تارى الجهود السابقة الرامية لمواجهة الإرهاب في البلاد ما يكفي لصده والقضاء عليه وهو الذي يتزايد جرمه شمال البلاد وشرقها فقررت الخميس إعلان تعبئة العامة لمنح الدولة كل الوسائل اللازمة في حربها ضد المجموعات المسلحة ووضعها في إطار قانوني يساير الوضع الأمنية في البلاد وفقا لبيان الرئاسة الانتقالية المنشور عقب اجتماع مجلس الوزراء المرسوم يتعلق خصوصا بإعطاء إطار قانوني لكل التدابير التي يتعين اتخاذها لتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينفاسو تقول مصادر أمنية محلية أن التعبئة العامة تستدعي فرض حالة الطوارئ في المناطق الواقعة تحت وطأة الهجمات المسلحة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين حيث تقع أكثر من أربعين بالمئة من أراضي البلاد خارج سيطرة الدولة منها الحدود المشتركة مع مالي والنيجر فيما ترى وزارة الدفاع البوركينبية في التعبئة خلاصا للأمة في مواجهة الوضع الأمني الذي تشهده بوركينفاسو يرتكز إنقاذ الأمة على الاندفاع الوطني لجميع البنات والأبناء من أجل إيجاد حل تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام كشف عن تسجيل بوركينفاسو العام الماضي أكثر من ثلاثمائة هجمة مسلحة خلفت مقتل ما يزيد عن ألف ومائة وثلاثين شخصا وجرح أكثر من أربعمائة آخرين لترتفع نسبة الهجمات بخمسين بالمئة مقارنة بعام الفين وواحد وعشرين ما أجبر مليوني شخص على الفرار من منازلهم اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع صباح اليوم السبت في مواقعه بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد اشتباكات سبقتها خلافات بين الطرفين في أعقاب تعثر التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الخلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه يوم مختلف عن سابق الأيام في السودان في مدينة مروي شمال البلاد استيقظ السودانيون على وقع اشتباكات بين القوات المسلحة التي يقودها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونظيرتها من قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دوغلو وسرعان ما اتسعت رقعة الاشتباكات لتشمل مواقع أخرى بما فيها العاصمة الخرطوم ومطارها الدولية وحتى القصر الجمهوري وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين سنستمر في التصدي للعدوان الغشم ونمارس واجبنا الوطني والدستوري في حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر نخوض معركة الكرامة الوطنية التي تأخرت كثيرا لتخليص بلادنا من الانتهازيين والمتمردين في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قوتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى في الجهة المقابلة اتهمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة بمحاصرة جنودها في معسكر سوبا بالخرطوم ومواقع أخرى وشن هجمات مباغتة عليها ما دفعها إلى تصدي من باب ما أسمته الدفاع عن النفس إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح السبت على قوتنا المتواجدة في أرض المعسكرة بسوبا جار هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة والتضحية وقد تمت السيطرة الكاملة على مواقع القصر الجمهوري بيت الضيافة مطار الخرطوم ومروى والأبيض وعدد من المواقع بالولاية وسريعا أطلقت القوى المدنية السودانية الموقعة على اتفاق الإطاري دعوتها للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال مناشدة للمجتمع الدولي للتدخل قصد تجنب البلاد مزيدا من الانزلاق ندعو قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لوقف العدائية فورا وتجنب البلاد شر الانزلاق لهوية الانهيار الشامل وننشد الأصلاة الدولية والإقليمية للمساعدة عجلا في وقف هذه المواجهة الدموية والامتناع عن أي فعل يؤجج الصرع ويزيد اشتعاله التطورات الامنية الراهنة تظهر برأي ملاقبين خطورة المنعطف الذي يدخله السودان فكثيرا ما كانت توافق المكونين العسكريين المتصارعين حجر الزاوية في رسم المشهد السياسي في البلاد نذكر مشاهدين بوصول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم إلى العاصمة الجزائر وكان في استقباله بمطار هوريب مدينة الدولي وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف وذكرت وكالة الأنباء السورية أن جولة المقداد التي ستشمل تونس ستشهد بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية والإقليمية وخلال استقباله بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر قال وزير الخارجية السوري أن زيارته إلى الجزائر تأتي للتعبير عن الامتنان السوري قيادة وشعبا للجزائر ولوقوفها الدائم إلى شقيقتها سوريا خاصة في مختلف محنها مؤكدا أن سوريا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع الجزائر بما يعكس الرؤية الصادقة للبلدين أتيت هنا لكي أعبر عن المشاعر الصادقة من قبل قيادة الجمهورية العربية السورية وعلى رأسها سياد الرئيس بشار الأسد لقيادة الجزائرية عن امتنان سوريا لوقوف الجزائر كما هي العادة دائما إلى جانبها وخاصة في الأحداث الأخيرة عندما كانت أول بلد يرسل فريق مؤهل وقادر وأنجز أعمال في مواجهة نتائج الكارثية للزلزال المشاورات بيننا وبين الأشقاء في الجزائر لم تنقطع حول كافة التطورات في المنطقة وفي العالم نحن بحاجة إلى تعزيز هذه العلاقات لأننا بذلك نعكس الرؤية الصادقة لشعبي البلدين ولقيادتين البلدين في تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات مهما فعلنا ومهما قمنا فلا يمكن وصف الدور الهام الذي تقوم به الجزائر على مختلف المستويات في خبر آخر أكد الرئيس والتونسي قيس السعيد ضرورة استرجاع أراضي الدولة لأنها ملك للبجموعة الوطنية والتصدي دون هوادة لكل مظاهر الفساد التي انتشرت في هذا القطاع الحيوي مشيرا إلى ما تزخر به البلاد من ثروات وخيرات وقال السعيد خلال لقائه وزير الزراعة والموارد المالية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي لبحث مسألتي الشح المائي وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع وقال إن الزراعة لم تحظى بالأهمية التي تستحقها وآن الأوان لوضع سياسات واضحة حتى تبقى كل ربوع تونس خضراء صنف تقرير دولي متخصص المغرب في المرتبة الرابعة عالميا في معدل إفلاس الشركات متوقعا أن يصل عدد الشركات المفلسة في 2023 إلى 13 ألف شركة وأصدرت شركة التأمين الدولية اليانز تريد تقريرا أكدت فيه أن المملكة المغربية سجلت رقما قياسيا في إفلاس عدد الشركات وهو ما يضعها في المركز الرابع عالميا بعد كل من بولندا إسبانيا والمجر ارتفاع التضخم الأزمة الإفلاس مصطلحات ارتبطت في السنوات الآخرة بالاقتصاد المغربي ليتضح جليا في أحدث تقرير لشركة التأمين الدولية أليون ستريد وضع المغرب في المرتبة الرابعة عالميا في معدل إفلاس الشركات متوقعا أن يصل عدد الشركات المفلسة في 2023 إلى 13 ألف شركة وبلغ إفلاس عدد الشركات في المغرب إلى 12 ألف شركة في 2022 ليزيد بـ 5% في 2023 ارتفاع محسوس لعدد الشركات المفلسة في السنوات الآخرة حيث بلغ عددها 6 ألاف شركة في 2020 ليتجاوز 10 ألاف شركة في 2021 مخالفا كل التوقعات العام الجاري شركة أليون ستريد قدرت نسبة الإفلاس بـ 53% منذ 2019 إلى غاية اليوم وحول أسباب ارتفاع حالة الإفلاس عزت تقرير ذلك إلى السياق الاقتصادي العالمي المرتبط بنمو اقتصادي ضعيف والضغوط على الأرباح وسروط التمويل التي أصبحت أكثر صعوبة ولا يستبعد التقرير زيادة تواتيرة الإفلاس في المملكة في ظل استمرار الظرفية الاقتصادية غير المواتية على مستوى الاقتصاد المغربي المتهالك ناهيك عن تأثيرات رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3% حيث من شأنه أن يحدى من تمويل المقاولات وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس وتواجه حكومة أخنوش وضعا صعبا بسبب أزمة الطاقة العالمية وارتدادات تعليق الجزائر تصدير الغاز المار من المغرب والذي خسرت فيه الرباط مليار متر مكعب سنويا كانت موجهة لتشغيل أكبر محططي الكهرباء للطاقة الحرارية في تهدرات شمال البلاد وعيب لمطهر شرق البلاد بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة بالإضافة إلى رسم حقوق العبور كما سيؤثر هذا الإفلاس المتزايد للشركات على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب في ظل كل هذه المعطيات أوردت الجريدة الرسمية للحكومة الفرنسية اليوم الساد بأن الرئيس إيمانوال ماكرون وقع مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونا واجأ إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري أمس الجمعة على الإجراء حيث صادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسر خرج آلاف المتظاهرين مساء الجمعة في عدة مدن فرنسية بعد إعلان المجلس الدستوري المصادقة على أهم ما جاء في إصلاح نظام التقاعد المثل الجدل وفي بريس تجمع مئات الأشخاص قبل قرار المجلس وبمجرد الإعلان عن ذلك في حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي زاد عدد هؤلاء بالألاف وتم تسجيل عدد من الحوادث فيما دعا اتلاف النقابات العمالية إلى يوم جديد من التعبئات مطلع الشهر المقبل إنه وقت التعبئة لأن مشروع القانون سيدعف أكثر بعد قرار المجلس الدستوري لا سيما في كون القانون لم يصوت عليه البرلمان ويوحد كل الفرنسيين ضده بالإضافة إلى الدستور وقد استنكر المجلس ستة مواد وبذلك سيصبح القانون أكثر عنفا وفاقدا للتوازن من ذي قبل منذ ثلاثة أشهر كانت هناك إضرابة مظاهرة باليغة الأهمية ولم تضعف عزيمة المتظاهرين قرار المجلس الدستوري سيعيد بعث التعبئة واتلاف النقابات ينادي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية جميع العمال للتظاهر بشكل جماعي في الأول من ماي للظفر بصحب هذا الإصلاح قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنه قرر الترشح لولاية ثانية وسيعلن عن حملته رسميا لاحقا وصرح بايدن للصحفيين في ختام رحلته إلى إيرلندا أنه سيعلن ذلك في وقت قريب وكان الرئيس الأمريكي يقول منذ فترة طويلة أنه يعتزم الترشح مرة أخرى لكن عدم وجود إعلان عاصمي أقلق مؤيده لعدم التأكد ما إذا كانت ديمقراطية البالغ من العمر ثمانين عاما يمكن أن يواصل لولاية أخرى سنعلن ذلك في وقت قريب إلى حد ما لكن الرحلة هنا جعلتني أكثر تفاؤلا بشأن ما يمكن فعله أخبرتكم أن خطتي هي الترشح لولاية ثانية استأنف رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا نشاطه في إطال الحملة الانتخابية السبت بعد توقف سببه انفجار عندما كان يستعد لإلقاء خطاب في غرب البلاد وذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسما ألقي بالقرب من كوشيدا خلال إلقائه كلمة في مدينة وكاياما وقالت وكالة جيجي للأنباء أنه تم إجلاء كوشيدا فيما أظهرت لقطات فيديو ضباطا يقومون بإخضاع رجل وإبعاده عن المنطقة شددت اليابان في اجتماع وزرائي الطاقة والمناخ والبيئة لدول مجموعة السبع السبت في سابورو شمال البلاد شددت على أهمية الوحدة بين دول مجموعة السبع في مواجهة ما أسماه الغزو الروسي لأوكرانيا ولفت وزر الاقتصاد والتجارة والصناع الياباني في جزة ضمن مفاوضات آخيرة بشأن الأزمة المناخية الملحة المستمرة حتى الآن لفت إلى أن الحب في أوكرانيا كان لها تأثير سلبي كبير حسبه على البيئة العالمية وقضايا الطاقة الغزو الروسي لأوكرانيا كان له تأثير كبير على البيئة العالمية وقضايا الطاقة التي نعمل عليها وأهمية التعاون بين مجموعة السبع التي تقود المجتمع الدولي تزداد مرة أخرى دعا الرئيس والبرازيلية لويس إيناسيو لولا دي سيلفا جميع الأطراف إلى السعي إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار وفي مقابلة حصرية مع شبكة تلفزيون الصين العالمية في شنغايا الخميس قال لولا أن البرازيل والصين بلدان يؤيدان السلام وإنه يريد التعاون مع بكين لتقديم اقتراح سلام للأزمة الأوكرانية مع دول أخرى تريد ذلك إذا لم يتحدث أحد عن السلام فكيف يمكننا تحقيقه بين روسيا وأوكرانيا الحقيقة هي أن الجميع إما يتحدث عن الحرب أو يزود أوكرانيا بالسلاح لمهاجمة روسيا أو أن الناتو يتوسع شرقا نحو الحدود الروسية لذلك يجب أن نجد تلك الدول التي تسعى إلى السلام الصين تريد السلام والبرازيل تريده وإندونيسيا تريد السلام والهند كذلك وبعد ذلك سنجمع هذه الدول ونطرح اقتراح سلام لروسيا وأوكرانيا وقعت البرازيل والصين الجمعان نحو عشرين اتفاقية ثنائية خلال حفل أقيم في العاصمة بكين حضره الرئيس والصيني شي جينبي ونظيره البرازيلي لولا دي سلفا وأكد شي عقب محادثات ثنائية مع دي سلفا استعداد بلاده لتطوير علاقاتها مع البرازيل من منظور استراتيجي في إطار سعيهما لتعزيز علاقاتهما الثنائية من جهته أكد الرئيس البرازيلي لولا دي سلفا أن لا أحد يستطيع منع بلاده من تطوير علاقاتها مع الصين مبديا أمله في تجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين المجال التجاري اسمح لي أن أبدأ بالتعبير عن مدى فخري بزيارة الصين للمرة الرابعة علاقاتنا مع الصين غير عادية مع مرور الوقت تصبح أكثر نفجا وأقوى نأمل أن تتجاوز العلاقة البرازيلية الصينية التجارة لا أحد يستطيع أن يمنع البرازيل من تطوير علاقاتها مع الصين قال وزير الخارجية الصيني تين جانغ إن بلاده لن تبع أي أسلحة إلى أطراف الحرب في أوكرانيا وأضف تين خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك في العاصمة بكين أضف أن بلاده تتبنى موقفا مسؤونا ولن تصدر أسلحة إلى أطراف الصراع في إشارة إلى استعداد الصين للمساعدة في تسهيل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا مع تطور الأزمة الأوكرانية حتى يومنا هذا كان الدرس عميقا ويستحق التفكير العميق من قبل جميع الأطراف إن الصين مستعدة لمواصلة العمل من أجل السلام وتأمل أن تظل جميع الأطراف المعنية بالأزمة موضوعية وهادئة فيما يتعلق بتصدير المعدات العسكرية تتبنى الصين موقفا مسؤولا ولا تصدر أسلحة إلى أطراف الصراع في أوكرانيا وتنظم عملية تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكرية وفقا للقوانين واللوائح وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينة بربوك دعت بدورها الصين إلى الضغط على روسيا لإيقاف الحرب في أوكرانيا علي أن أتسأل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن دعوة للمعتد الروسي لوقف الحرب نعلم جميعا أن الرئيس بوتين بإمكانه فعل ذلك في أي لحظة والأكرانيون لن يرغبوا في شيء آخر أكثر من أن يتمكنوا أخيرا من العيش بسلام مرة أخرى يمثل المسحرات صورة لا يكتمل شهر رمضان بدونها في ليبيا فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالتقاليد الشعبية رمضانية فالمسحرات يبدأ جولته الليلية قبل الإمساك بساعتين في القرى والمدن والأحياء الشعبية لإيقاظ أهالها محمد المسحرات يجوب شوارع سبهة محاولا الحفاظ على المهنة من الاندتار نتعرف عليه في هذه الورقة بلباس تقليدي أصيل يحمل محمد المسحرات طبله وعصاه ليجوب أزقة سبهة الليبية قبل أذان الفجر داعيا سكان منطقته إلى الاستقاظ لتناول وجبة الصحور في صورة تعكس مدى تمسك الليبيين بعداتهم خلال شهر رمضان المبارك هما الناس يتمنوا الحاجات الشعبية هالي اللي كانت موجودة كل واحد يحاول أن يسمحها مع أن الوسائل كترت لكن الناس متشوقين لحاجات الشعبية لأن اللي ما عنداش ماضي ما يبني مستقبل يبدأ محمد المسحرات جولته كل ليلة من الطريق الرئيسي وبابتسامة تطبع محياه ينادي الناس للاستقاظة فيقرع على طبله تارة وعلى أبواب الساكنة تارة أخرى ومع ظهور خيوط الفجر الأولى يعود المسحرات أدراجه من الطريق الفرعي إلى بيته كل منطقة عندها برنامجها احنا خاصتنا البركة منظن البركة يغادتين جرابا يعني وانا كل ليلة تاخد الجيهة تاخد الشارع الرئيسي وبعدين لما تروح تاخد الشارع الفرعي لأن تروح البيت لسبعة أجيال كامرة حمل أجداد محمد المسحرات على عاطقهم مسؤولية الحفاظ على هذه المهنة التي يأمل محمد أن يرثها أبناؤه مستقبلا نحاول أن يورطوها واحد من الأولاد يعني هذه ما تصيبش بالسهولة يعني هذه متورطها من جد لجد لجد أنا السابعة وزي ما قلت لك يعني مش سهل يعني يبقى ما يمارسون دور المسحرات التقليدي وتراثي يتضاءل عددهم بليبيا مقارنة بما كانت عليه قبل دخول تكنولوجيا بيوت سكان البلد وكل بلدان شمال إفريقيا فالاستعانة بالمنبه للاستيقاظ أغنت عن صوت المسحرات الذي يصارع للحفاظ على هذه المهنة من الزوال انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكتروني للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة